وفي العرب أيضاً تمديد الدعم الدولي لليمن في نزع ألغام زرعت بلا خرائط أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أن الدولة أو الدول والأطراف الموقع على اتفاق أوتاوى لحظر الألغام وافقت السبتة على تمديد تقديم الدعم لليمن في مجال نزع الألغام لمدة خمس سنوات ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام أمين لعقيل قوله إن الموافقة جاءت خلال مؤتمر حظر الألغام المنعقد في جينيف بسويسرا بمشاركة الحكومة اليمنية نظراً لجهودها وإفائها بالتزاماتها تجاه اتفاقية حظر الألغام ودعا لعقيل في كلمة اليمن الدول المشاركة في المؤتمر والمنظمات الدولية إلى ممارسة ضغوط على جماعة الحوثي لتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في محافظات البلاد ووقعت 164 دولة على اتفاقية أوتاوى لحظر الألغام وعارضتها دول أخرى من بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وبولندا وهي تفرض حظراً شاملاً على استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وبدأ سريان الاتفاقية عام 1999 وتقول الحكومة اليمنية إنها بحاجة إلى 48 مليون دولار لتمويل نزع الألغام التي زرعها الحوثيون منذ بداية الحرب قبل ثماني سنوات فيما ينفي الحوثيون تلك الاتهامات اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر